وزارة الزراعة تخطط لمرحلة قادمة لزيادة إنتاجها من المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير وهناك بوادر للتصدير بعد نجاح إنتاج المحاصيل الحقلية التي تم تصدير الفائض منها فعلياً إلى دول مجاورة والذي جاء في مؤتمر صحفي لإقامة الإسبوع الزراعي الثاني عشر على أرض معرض بغداد الدولي وزارة الزراعة تقريباً أكتفت بحوالي 5 ملايين طن من الحنطة و750 أو أكثر من البذور وفرتها العراق يحتاج حوالي 3.5 إلى 4 مليون طن الاكتفاء الذاتي من الحنطة ما فاض عن الحاجة ممكن تصديرها خارج العراق وأيضاً هناك وزارة الزراعة باشرة بإعطاء إجازات لتصدير التمور وتصدير بعض المنتجات المحاصيل الزراعية إلى بعض دول الجوار منها دول الخليج هذا المعرض هو برقم الثاني عشر هذه السنة كانت سنة مميزة لهذا المعرض رغم أنه توقف لمدة عامل بسبب جائحة كورونا مشاركات عندنا على أكثر من أربع قاعات حالياً أكثر من 4000 متر مربعة تمثل كافة قطاعات المختصة بالانتاج الزراعي والحيواني والمكننة جهود أخرى وبحسب متخصصين في وزارة الزراعة تهدف إلى تطوير الانتاج المحلي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة للحفاظ على أسعارها ونشر مساحات واسعة لمربي المواشي للوصول إلى مستوى يسد النقصة والطلبة المتزايد تأهيل محطات الأبقار وهذا أيضاً في الشيء جيد حتى نزيد من إنتاج اللحوم الحمراء إضافة إلى إنتاج الحليب لأجل إنجاز مشاريع لإنتاج الألبان ومنتجاتها الأشهر السابقة سواء كان مع الجانب الإيراني أو الجانب السوري وهناك أيضاً زيارة إلى جانب التركي من أجل بدء المباحثات حقيقة لأجل أن يكون هناك تفاعل في الجانب الزراعي أيضاً في مجال الملف المياه وأيضافة إلى عمليات الاستثمار وتسعى وزارة الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ضبط الرزنامة الزراعية وتوفير التقنيات الحديثة للري إلى جانبي استيراد المعدات والآليات الزراعية من المكننات الحديثة من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية